السلام عليكم اخواني واخواتي مرحبا بكم معايا في قناتي ام حمود سعيدة بلقياكم من جديد اليوم ان شاء الله جبت ليكم مصفد يلعس المنزل يناجح مئة في المئة كي يجي خاتر وناجح معكم من المرة الاولى وما تنساوش لايك واشتراك وتعليق يكون في محتوى الفيديو واذا تريد المقادير وطريقة التحضير تابعوا معنا الفيديو كنحتاجه في المقادير يطرد يلمى سكر ساندة جكيلو وحامضة ناخد طنجرة الضغط كنوضع فيها ساندة جكيلو من بعد كنضيف لها الماء يطرد يلمى نضيف قطع الليمون الحامض وصدقوني يا لبنات فهذا العسل كي يجيزوين وناجح للمبتدئات كي يصلح لجميع المعسلات كنحركوا الساندة ولماء اجدوا بساندة ولول الحامض هو باشغات نعرفوا ان العسل جاهز ان اللون كيتغير كي يقول لي لونه بني كنوضعوه فوق النار مدة خمسار بعين دقيقة انا ما كنغطيش الكوكوت كنخلاها كاك بس ادباب دك يدخلو الطياب بعد خمسار بعين دقيقة كي ولي له الحامض بني يعني دابا علامة ان العسل دينا ولا جاهز نضيف المسكة الحرة مدقوقة مع قليل من السكر حركوا شوية ونطفي عليه النار وهو دبا العسل دينا جاهز قليل من السكر بعين أطفالات تصوير أع flawل اكبر اشتركوا في القناة وصلنا لاخر الفيديو كنتمنى تجربوا هاد العسل كيجي رائع تلمذاق ديالو زوين كنتمنى تديروا لي لايك واشتراك وتعليق يكون في محتوى الفيديو ودومتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة